أحسام بس يعني أنت برضو ممكن تقول لي لا طبعا خلينا نتكلم الأول على يعني أداء حسام البدري مع النادي الأهلي يمكن الفترة الأخيرة كابتن أسامة في مشاكل بتواجه كابتن حسام البدري مع النادي الأهلي ومع إدارة النادي الأهلي مشاكل فنية في المقام الأول ثم مشاكل بقى إدارية وبعض الأزمات اللي حصلت خلال الفترة الأخيرة خلت فيه رواصب يمكن سيئة شوية ما بين كابتن حسام البدري وما بين مهندس محمود طهر المشاكل الفنية في البداية أن أداء النادي الأهلي رغم أنه متصدر بطولة الدوري ورغم أنه قبق أوسينة أو أدنى من التتويق بالبطولة بصفة رسمية لكن أداء النادي الأهلي لم يكن مقنع لجماهيره معظم مطشاط لو حركت راجع زي ما قلنا بالأرقام معظم المطشاط النادي الأهلي كسبها بيكسب فرق هدف يعني 1-0-2-1-2-0 يعني بيبقى فوز صعب فوز في الدقائق الأخيرة دايما أهداف بتيجي في العشر داية الأخيرة للنادي الأهلي خالد ده مطش الأهلي مع التعدين 4-0 طبعا بيستثناء مطش مطش النصر التعدين طبعا منافس يمكن يعني إلى حد ما مستوى أولاية الشوية فده المطش الوحيد تقريبا اللي الأهلي عمل فيه سكور الموسم ده لكن بقية المطشاطة كابتن أسامة بنتكلم 1-0-2-1 بسه خالد الأهلي في المركز الأول مظبوط أنا أقول الحقود لكن هو دايما بطولة الدوري برضو مش المحاك الرئيس يا كابتن أسامة يعني دايما كان فيه مقولة شهيرة كان كابتن صالح سليم الله يرحمه طبعا كان بيقولها أن الأهلي في الدوري بيكون أعور في وسط عمي أعتقد يمكن مقولة دي تنطبق برضو السنة دي يعني الزمالك بعيد تماما عن مستوى وهو الزمالك دايما المنافس الحقيقي للنادي الأهلي مع احترامنا الفريق مصر المقصة والمستوى الجيد اللي بيقدمه لكن برضو إمكانياته وتاريخه وخبرات لعبين ما ترشحوش أن هو ينافس على بطولة الدوري فبالتالي آه الأهلي متصدر لكن المنافسين مش بنفسه مستوهم يعني الزمالك مش نفس الزمالك اللي كان موجود في السنوات لديها كبيرة عمو انت بكلم على الإسماعيلي تكلم على الاتحاد المصري على المقصة طبعا عاملة شغلة رائعة حقيقة يعني حقيقة تجريبة المقصة أكثر من رائعة طبعا بالنسبة للإمكانيات الفريق طبعا اللعبين أنجاز كبير جدا أنهم يوصلوا للمركز الثاني لكن بقولوا حركة تتويج الأهلي بالدوري مش ده المقياس المقياس لو نبص خليب الحركة فيه بطولة كاسل سوبر المصري الأهلي برضو خسرها أمام نادي الزمالك كانت بطولة مهمة وتحتسط من ضمن البطولات الأهلي مش مطالب يا خالد أنه يكسب كل مبارياته أكيد يا كابتن وسامة يعني برضو معلش خلينا ناخد أنا مش بحابي للحسان يعني المناخشة حدا تكلمت به موضوعية شديدة جدا لغة الأرقام يعني شوف قادي الجدول بينه وبين التاني 11 نقطة الأهلي المركز الأول مقصة المركز التاني 11 نقطة وأنت رجل بتاع الساتيستيك بتاع إحصائيات فهنا عندك 11 نقطة طبعا أنا ليه أحكم على الرجل أنه يعني مش يعني لا يصلح لا مقولناش النقطة يصلح أنا بتكلم من ناحية موضوعية جدا مزبوط طبعا وبصرف نظر عن علاقتي وتأديري لكابتن حسان أكيد يا كابتن أكيد هي نقطة أقول حركها هما فيه نقطتين مهمين النقطة الأولى الأداء يعني آر نتائج والأرقام بتقول أن كابتن حسان ماشي بشكل كويس جدا لكن جماهير النادي الأهلي وجماهير الزمالك حتى أي أنداء كبيرة بتحب النتائج مع الأداء بتحب تشوف أداء جمالي كويس بتحب تشوف فوص في بعض المتشاط بتكسب 2-3-4 لكن احنا الدور التاني تحديدا منذ بداية الدور التاني فيه تراجع كبير جدا في أداء النادي الأهلي في المتشاط بيكسب بس بيكسب بخبرات لعبية بيكسب بكرات طيشة مفيش جمل تكتكية بنشوفها داخل أرض الملعب بس ده يا خالد بيحصل عادة الأهلي عنده هدف واحد تمام برضو أنا لازم أقطعك طبعا لا لا تفتح الحوار بيثري المعلومة الهدف الأهلي عادة الحصول على البطولة مسألة حلو الأداء مش مسؤوليته بمعنى ايه تمام مش ده أحد أهداء هو يبقى رائع قوي ان يبقى حلو الأداء تمام لكن عادة عادة الأهلي بيلعب عشان يكسب مش عشان يقدم كرة مش زي الإسماعيلي مثلا صح الإسماعيلي في وقته الإسماعيلي بيلعب عشان يمتع جماهيره ولعبته تبقى مسؤول ده جهو الملعب ويطلع خسران أرد أحرك في نقطتين النقطة الأولى في عهد مثلا مسطمانون الجوزي كان فيه أداء جيد كان النادي الأهلي بيكسب وكان بيحق بطولات كبيرة وكان الأداء بيكون جيد في معظم المطشاط كان فيه جمل بنشوفها كان فيه انتصالات للأهلي بثلاث وأربع أهداف في المطشاط كتيرة ما كانش رفوز بس بهدف أو هدفين فبرضو إلى حد ما الأهلي آه مش الأداء الجمالي زي الإسماعيلي أو مهارات أو كده لكن بتشوف جمل تكتيكية في أرض الملعب دي مش بنشوفها دلوقتي النقطة الثانية والأهم هو أنا بقوله حركة البطولة أفريقيا هي المحاك الرئيسي بطولة أفريقيا لو نسترجع نادي الأهلي في دور الاتنين وتلاتين لعب فريق بيدفست الجنوب أفريقي كسب هنا واحد صفر بصعوبة وروح هناك تعادل صفر صفر وكانت كل جماهير الأهلي وكل جماهير مصر على عصابها لغاية الثواني الأخيرة أي هدف كان يدخل مرمى الأهلي كان ممكن نروح لرقلات الترجيح وتلاقي الأهلي بيوضع البطولة مبكرا جدا من دول الاتنين وتلاتين فبالتالي صعد بصعوبة بلغة أمام فريق برضو مش حتى سانداونز مش من الفرق جنوب أفريقيا اللي هي المشهورة أو أورلاندو بعد كده بدايته في دور المجموعات بتلعب زناكو الزمبي زناكو على الورق هو مستوى رابع في المجموعة يعني بنتكلم الأهلي مستوى أول الوداد البيضاوي المغربي فبالتالي المفروض على الأرض الواقع أن الأهلي يكسب ويكسب سكور كمان هي دي اعتبر مفاجئة بالزبط فدي بداية برضو غير جيدة للأهلي عما بتتعادل على أرضك مع معاعدة الفريق في المجموعة الأهلي عنده المطش الجاية صعب جدا رايح للقطن في الكاميرون عنده بعد كده مواجهتين زهابا وقيابا أمام الوداد البيضاوي أصعب فرق المجموعة المنافس الأول للنادي الأهلي فدي بدأت تقلق جمهير شوية أن أنت داخل في طولة أفريقيا لسه دور الستاشر ودور المجموعات وابداية متعثرة مع بقول حركة تأهل الصعب مع بيدفست مع خسارة كاس السوبر من زمالك فبدأت الجمهير تقلق شوية من المستوى الفني للنادي الأهلي تحت قيادة كابتر حسام البدري ننتقل بالجزء الثاني وهو الجزء الإداري أو المشاكل الإدارية خطأ حسام البدري خطأ حسام البدري إيه خطأ فنيا فنيا بص أنا شايف أن فيه طبعا حتة رأس الحربة كان فيه تأخر جدا في إشراك كوليبالي شفنا في الأول برضو قال إن كوليبالي لا يصلح لنادي الأهلي وخرجت منه تصرحات وقعد حوالي 6-7 مطشات كوليبالي مش بيلعب بعد كده كوليبالي ظهر بمستوى كويس جدا عماد متعب أعتقد علامة استفهام كبيرة وكل الناس شايف أن عماد متعب خبراته ماتش زي زناكو ده أعتقد عماد متعب لو لعب كدتل تسعة كابتن أسامة وإن كان حرق طبعا نجم كبير وفنيا طبعا يعني تتكلم أفضل مني أعتقد لو متعب خدتل تسعة كاب ممكن يكون لي دور في إنهاء الهجمات للفرصة لأنه عنده خبرة خاصة في المطشات الصعبة لزي دي مطشات أما يكون فريق معافل عماد متعب بيكون لي دور شوفنا عماد متعب مستبعد بشكل كبير جدا بقى له 8-9 مطشات ما بدخلش قيمة النادي الأهلي رغم أن حسام البدري كان موافق على تجديد عقد عماد متعب واتفق مع مجلس الإدارة على تجديد عقده سنة كمان طب منين بتطلب أن تجدد عقده ومنين بتستبعده من القيمة تماما على العكس مثلا أنه واحد زي عمر جمال عمر جمال بينزل ما بيقديش خلص وبقاله فترة بعيدة عن التهديف ورغم كده بيحصل على فرصة واثنين وثلاثة وفرص كتيرة طب ليه ما بتديش عماد متعب بالعكس متعب أن ما بياخد فرصة بينزل بيسجل فأنت بتستبعده وبتنزل عمر جمال الصفقات الجديدة جاء ممكن طب ليه يا خالد موافق أنت عندك هنا برضو في علامة السفاق يمكن هو من ناحية الفنية أنا بتكلم عن حسام من ناحية الفنية شايف أن عماد متعب مثلا مش ده وقته في المباراة مثلا بتكلم من ناحية فنية ده يبقى غايب عن النقاد وغايب عن الجماهير لأن المدرب ليه نظرة في الفريق اللي هو عايز ينزل بيه الملعب عشان ينفذ استراتيجية معينة في دماغه تمام يمكن قد يكون أنه هو شايف أنه إمكانيات اللعب الجماهيري فلان الفلان ها آآ وقته في فترة معينة أثناء المباراة لكن الجماهير شايف عكس كده فليه أنا أحكم على هذا الوضع أنه فشل فيه نرجع تاني كابتون أسامة للجزء اللي بدأنا بيه الفقرة بتاعتنا حتة الأرقام زي ما قلنا الأرقام ما بتكذبش كابتون عماد متعب يمكن من نهاية الموسم اللي فات اللي هو من أول بطولة كاس مصر ومشاط أفريقيا والموسم ده كان لعب أنا حاسبتله بالضبط حوالي خمسمية وسبعين دقيقة سجل فيهم سبع أهداف يعني بينزل بديل الراجل بيسجل يعني بينزل تلت ساعة بينزل نص ساعة ورغم كده بينجح في التسجيل يمكن نسجل في كاس مصر السنة اللي فات التلات أهداف سجل في بطولة أفريقيا فبالتالي هم بتكلم آخر مشاركات عماد متعب خمسمية وسبعين دقيقة سجل فيهم سبع أهداف بنتكلم معدل التهديف تقريبا بيسجل هدف كل خمسة وسبعين دقيقة وده طبعا معدل عالي جدا مش متواجد مع أي مهاجم من لعبة نادي الأهل فبالتالي انت بتدي له فرصة الرجل بيضبط نفسه المباريات بتجيب الحال الفنية بتاعت الله فديد دي نقطة مهمة النقطة التانية بعض الصفقات الجديدة طبعا الأهل اتعقد معاها وتعقد معاها بناء على طلب كابتن حسام البدري وفي منهم لعبة كتير جدا مش بيشاركوا مش بنشوفهم في أرض الملعب زي مثلا أحمد حمودي الأهل اتعقد معاه ومش بيشارك ويمكن حتى آخر مبارا برضو زناكو كان خارج القايمة تماما عمرو بركات الأهل اتعقد معاه في يناير ودايما حرك عارف صفقات يناير تحديدا بتكون الاحتياجات اللي هي اتنين لعيبة فقط فانت وفروض بتحتاج اللعيبة بحيث يخشوا على طول في التوليفة أو في التشكيلة الأساسية عمرو بركات ما شاركش خالص يمكن آخر مباراة حصل بس في مطش النصر التعدين حوالي عشر دقيق كبديل أكرم توفيق لعب خط الوسط المدافع اللي الأهلي برضو جابه كان فيه منافسة مع الزمالك وتكلف حوالي سبعة مليون جنيه من خزينة النادي الأهلي أكرم توفيق برضو ما بيلعبش خالص فبالتالي انت جيبت لعيبة مش بتلعيبهم فكل دي بعض الأمور الفنية أو علامات الاستفهام على كابتن حسام البدري أضف إلى ذلك بقى الناس اللي هي مشيت وتعلقت فان ديها أخرى بداية الموسم تم الاستغناء عن أحمد الشيخ أصبح هداف الدوري في مصر المقصة أربعة عشر هدف بعد كده في انتقالات يناير كابتن حسام البدري استغنى عن جون أنطوي ومحمد حمدي زاكي أنطوي مع المقصة سجل خمس أهداف وأصبح نجمع لعب كويس حمدي زاكي مع أمبي سجل أربع أهداف وبرضو عنصر مهم فبالتالي جمهيت شايف أنت بتستغنى عن لعيبة بيتقلقهم على الأندية الأخرى وبتجيب لعيبة الأهلي مش بيشاركوا أو مش بيظهروا بنفس المستوى فهي بقولك في بعض اللغرات مات أو بعض علامات الاستفهام الفنية على نادي الأهلي رائع أنت بتتكلم لغة إحصائية النتيجة إيه أنك تيجي آخر السنة تشوف الراجل ده كسب بطولة أولا ما كسب ما كلمش أنا عن الأداء الفني دلوقتي وإحنا متفقين أن الأهلي بيلعب عشان ياخد بطولة مزبوط هو طبعا هو في النهاية برضو عشان خلاصة الكلام مجلس إدارة النادي أهلي حسام البدري مكمل لنهاية الموسم يعني ما فيش أي كلام على رحيل كابت حسام البدري هيكون بعد نهاية الموسم زي ما حررت بتقول كده هيتم تقييم الموسم بالكامل بطولة الدوري بنسبة كبيرة خلاص الأهلي حسامها زي محرك قلت فاضل كاس مصر هنشوف كاس مصر هل الأهلي حيقدر يكمل فيه وياخد البطولة أو لا بطولة أفريقيا مع نهاية الموسم المحلي هيكون الأهلي تقريبا لعب فيها أربع جوالات أو خمس جوالات من دور المجموعات هيكون بقى بين موقف النادي الأهلي قال هو في مركز أول في مركز تاني متراجع في المجموعة فأعتقد بطولة أفريقيا كمان هيكون لها مقياس في الحكم على تجربة حسام البدري خلال الموسم بالكامل مش مجرد أن هو حصل على بطولة الدوري بس لا حيتشاف الأهلي فين مركزه في المجموعة حيتشاف كاس مصر الأهلي خاد البطولة محصلة العامة بزرط محصلة الموسم بالكامل فهو الكلام على نهاية الموسم لكن بدأ بقوله حركة كلامية تردد الفترة دي البعض المشاكل بالإدارية تانية كابتن أسامة عايز أتكلم فيها برضو المشكلة الأولى حتة البطولة العربية الأهلي أعلن أن هو حيشارك في دورة أبطال العرب وطبعا حركة عارف مشاركة في البطولة العربية لها أهميتين أهمية سياسية بأن مصر بتحتضم بطولة فيها كل الفرع العربية من كل الوطن العربي وبالتالي كان لازم من الأهلي والزمالك يشاركوا فيها عشان يدوا قوة للبطولة وجماهيرية والنقطة التانية ناحية مادية البطولة العربية يمكن جوائزها بتوصل يمكن 3 مليون دولار يمكن الفريق البطل 2 مليون ونص لفريق البطل 200 ألف للوصيف مظبوط 2.5 مليون دولار فبالتالي رقم كبير جدا فبرضو الأهلي عايزة استفيد مديا برغم كل ده خارج كابتن حسام بدري الأعلام وقال لا أنا مش عايزة أشارك في البطولة وحتعمل إرهاق للعبين ده طبعا أثار برضو يعني استياء شوية مجلس إدارة النادي الأهلي الأهلي تحديدا مش متعودين منه على كده دايما بتكون الكلام أو التصريحات داخل الغرف المغلقة لكن هو خرج تكلم طبعا في الموضوع ده الإعلام ده كانت نقطة يعني أثارت أزمة مع قدارة النادي الأهلي الأزمة الثانية أزمته مع كابتن محمود عشور في مبارات الانتاج الحربي طبعا النظر اللي هو نظر إليه يعني بنظر حكم آه كان فيها نظرة سيئة وفاكر لو حركت تكلمنا عليها قبل كده كلمنا عليها فعلا فيها نظرة فوقية وهو بدأ في الأول برضو قال لا أنا مغلطت ما أنا شاهم شخصيته غير كده يعني حقيقة مش أنا مش فهم مش عارف هو فيه برضو يعني أنا شايف برضو فيه سنة غرور شوية أنا شايف في الفترة الأخيرة تحديدا يعني أنا شايف فيه بعض التعالي في التعامل الحتة المهمة كمان كابتن محمود عشان أنا شايف كابتن حسان بدري يعني بلغة الكرة كده مش عايز يعني حد يزعى مني يعني كشري شوية أو إتم يعني دايما في التعامل مع الإعلام مع اللعيبة هنا النظرة هنا النظرة آه بزبط يا خالد آه مزبوط آه وزي ما قلنا وقلنا إن هي طبعا فيها إهانة للحكم إن هو هيتعاقب فيها وفعلا تم عقابه طبعا أربع مبرايات هو اعتذر حقيقة برضو الراجل يعني بس بقوله حالك ما هو اعتذر بعد ضغط المهانس محمود طهر يعني برضو الكواليس اللي الناس ما تعرفوش هو أول يوم خرج قال لا أنا مغلطتش وقال إن أنا مش هعتذر لكن المهانس محمود طهر طبعا استاء من الموضوع ده وشاف النادي الأهلي برضو كدائما بين النادي قيم والمبادئ ما ينفعش إن بقى فيه آآ لقطة زي دي موقف زي ده فضغط على كابتن حسين البدري وخلاها يعتذر ودي كانت أزمة برضو آآ تانية من ضمن الأزمات اللي حصلت ما بين البدري وما بين مهانس محمود طهر ايه فزي ما قلنا حرك هو دايما كابتن حسين البدري بقولك هي حتة نوك يعني مكشر على طول دايما ما بيبتسمش حتى للناس ما بيبتسمش للكاميرا في المؤتمر الصحفي فهي دي النقطة أعتقد يمكن سلبية يعني خالد أنت راجل زو برضو مصداقية وراجل يعني ما شاء الله ثقافتك عالية وراجل فاهم يعني يعني هل أنت بتعمل جودجمنت أو بتعمل يعني حكم على البادي لانجويتش على الشكل ولا المضمون اللي هو بصفة عامة يعني سيبك من الحتة إن والله أنا بحبه فلانا وبحبه شكل لا لا خلص والله أنا بتكلم ده بيدحك ولا ما بيدحكش ده كشري ولا مش كشري فاهم أصدر حضرك طبعا لكن أولا أنا مش دي النقطة الأساسية اللي أنا بتكلم فيها دي جات نقطة فرعية مع حاجات تانية لكن برضو مهم أنت كمدير فني أنت بتعرف تتعامل مع الأعلام بشكل جيد تعرف تتعامل مع الصحفيين تعرف تتعامل حتى مع اللعيبة اللي تحتيك ما هو حتت يا كابتن أسامة إن أنا كون مبتسم مع اللعيبة أو بعملهم بشكل كويس دي بتدي روح برضو داخل الفريق وبتخلي العيبة تحب مدير الفني يعني كابت منو الجزي كان بيدربنا مدربين يا خالد ده أنا أفاكر والله يا خالد ميسر تومسون راجل خواجه الإنجليز اللي كان بيدرب الإسمايلي لاي ده أنا بقولك عدنا سنين معه ما شفناهوش مرة بيبتسم معيها طوام شخصيات شخصيات يعني شخصيات شخصيات يعني الناس بتختلف بس احنا عشان مصريين واغدين على بعض مظبوط وبنحب دايق الكلمة لكن حتى مسلا منو الجزي كان شخصيات قوية جدا وكان اللعيبة كلها بتخاف منه لكن في وقت تاني برضو في وقت التدريبات بيبقى فيه برضو نوع من المرونة وآه بيهزر معاهم وبيضحك فبقولك دي اعتقد نقطة يعني آه هي نقطة ممكن الحركة تكون شايفة صغيرة لكن ليها أهمية ليها أهمية في الروح ما بين الفريق في حب اللعيبة للمدير الفني في التعامل حتى مع الصحفيين مع الإعلام ما يبقاش دايما يعني طف كده في التعامل حتى مباراة لإنتاج الحربي اللي بنتكلم عليها واللقام اعترض فيها على الحكم انت راجل متصدر الدوري بفرق حداشر نقطة وضمن الدوري بشكل كبير جدا ومفيش كانت أخطاء من الحكم بالعكس يمكن هدف الأهلي اللي جابه يمكن جونيور أجاية وميها كان فيك حشك كرة خبطت في ايده فما كانتش الموضوع مستدعي انك تقوم وتتنرفز والوضع ده كله يحصل فبقولك لا يعني حتى حتى جمهير النادي الأهلي أنا بتكلم حرك بصراحة ويمكن حرك عرف أنا متخصص بقى في حتة السوشيال ميديا والفيسبوك وتويتر جمهير النادي الأهلي يمكن قطاع كبير منها مش راضي عن كابتن حسام البدري ولا عن أداء الفني داخل الملعب ولا عن حتة اللي أنا بقول حرك عليها للتصرفات والتكشيرة اللي هي موجودة على طول على وجهه دي أعتقد اللي لازم يبقى فيه تغير أحسن من كده ولازم يكون حتى دي أعتقد خبرة خبرة مدرب أنها يقدر يتعامل مع كل الناس بمرونة أكتر شوية من كده